ايه ده حبيبي انت قبض؟ اه قبضت النهاردة كويس ده النهاردة يا سامح كنت بكلم ماما بقى وقلت لها عليك احلى كلام ايه؟ لو انت كنت قاعد وسمعت ممو كلمة كان قلبك يا رفرف كده قلت لها يا ماما ربنا يرزق هدى بواحد زي سامح وفي زي سامح يا ماما وفي منه اتنين يا سامح ده طيبة والجدعانة والحنية يعني قلت المنطق كده؟ اه والله من قلبي كده من قلبي اشهك كلمة بحلو اتسلم لي يا رب وبعد ما قفلت مع ماما بقى مين اتصل بي؟ اختك بتتطمن عليا بتقول لي قوليلي سامح مدائك في حاجة مزعالك من حاجة قوليلي وانا هكلمه قلت لها ده سامح ده هدية من ربنا كده يريت كل رجالة زي سامح ده سامح ده عسل عسل كده يعني قلت في حقي كلام حلو لوقتي اه والله شكرت لها فيك من قلبي كده اخلاص وفاء وزوجة ما تتكررش ما تحرمش منك يا رب وبعد ما قفلت مع اختك مين اتصل محدش اتصل ده جانا وقادها مغدينة على خاطرهم منك قوي قلونا بابا يا ماما بيعودش معانا كتير ودايما وقت وقصير كده وما بيلعبش معانا قلت لهم الحبيبي بابا بيجي من الشغلة تعبانا نظروه وبيبقى قاعد طوله النهار على الكمبيوتر وعينيه واجعاه سبوه يرتاح شوية وهيخرجكم يوم الاجازة ويلعب معاكم حسنت صورتي قدامهم جدا يعني يبقى بيحبوك اكتر من الاول كمان مش قادر اقول لك يعني ما تحرمش منك يا رب استانى بقى كان في طلب صغالا كده ينفع ولا صعب يعني بعد كل الكلام الحلو اللي قطيه ده هتفضل الطلب حبيبي ده كان العشان برضو كان فيها عباية كده نفسي فيها على الفيسا جيبها اونلاين ممكن ولا صعب لو مش ممكن عادي حبيبي انا كنت عارفة انك هتقول كده حات اللي نفسك فيه ما تحرمش منك يا رب طب كنت عايزة اقول لك على حب كمان ما سحبتش غير دول تاخد الفيزا؟ لا خلاص